الله يرحم ويغفر له مسكنه فاسح جناته دي الواقع ده اللي حصل ما معتزه الله يرحمه طيب عايز احكيلكو بسرعة كده ان بالزبط التدرج ايه اللي وصل الموقف لو يوصل لجريمة قتل التدرج لين هي جارة اياما كانت زوجة وام البنتين وزوجها ده ولا مجرم ولا متسجل ولا حاجة رجل بيشتغل في مكان موكور جدا يعني عادي جدا زو مكانة كمان الرجل بيشتغل ساعي في مكان مهم طيب من هنا الهنا طلقت جات هي والدتها بدأوا يتعلقوا بمعتز يا معتز الحق الواتج يا معتز يا معتز البيت يازم تنقل يا معتز يا معتز وا 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 لانه كان بيقفلوا لما كان بيضربها هو وناس كتير لكن في وقت من الوقات الام والزوجة اختروا نقلت من البيت مشيت راح تفرض علي انه يتجوزها لانه ما ينفعش يدخل خارج طلع كده نفعش استدرجوا مرة اتكلم معاه وتصافوا وتصلحوا وتفقوا عليه يا عم الله يسهلك ويسهلي وانا كده هطلعها ومش هطلعها وا 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 اي مكان الكلام مرة التانية راح له نضيله على الكافي اللي بيعود عليه وركبوا وراه الوتيسيكلة ورح مش ضربوا ودفنوا في الرملة طيب اكيد حق معتزها يرجعوا اكيد القضاء عندنا ليه بصمة كبيرة وكلمة كبيرة اوي واكيد اني عدالة ربنا على الارض هي مؤسسة القضاء المصرية انا عايزة اتكلم عن الجوازة اللي بتجيب الغم دي انا عايزة اتكلم عن الهم اللي ممكن الواحد يركبه لما يروح ويختار شرك حياته انا عايزة اتكلم عن ما بقاش بقى حزن ما بقاش ينطفاني ما بقاش ارهقتني لا ده بقى ضمار ضمار عايزة اقول لكم ان زوجة دي كاتب على معتز وصل امانه بخمسين الف جنيه طيب كان هو عامل لهم حساب جد تشبف اول حياته يا جماعة حسن الاختيار يا جماعة رجالة والبنات الشباب والفتيات لكلنا الاختيار ده اول النتائج مش هتيجي عليه النتائج هو اختيارك نتيجة يعني لما تشب عنيك حال ميل ما تكملش لما تبقى علقان وخايف ما تكملش لما تبقى شايف طمع وجشع او قلة رحمة ما تكملش لما تبقى شايف محدش له كبير ما تكمليش حاجات كتير قوي ما تجمليش ليه تجملي او ليه تجامل ربنا زي ما خلق بنات زي الورد خلق شباب زي الورد زي ما خلق ناس قلبها جاحد فوش رحمة خلق ستات برضو ما عندهاش رحمة ما تجملوش يا جماعة ما تجملوش اختاروا على ثوابت حقيقية لان بقى تنواء النتائج السلبية مش كده والسلام مش مشاعر سلبية مش كسر خواطر مش قلب انجرح مش بديت كتير لا الموضوع بقى اكبر من كده بقى بيوصل لانتقام وبيوصل لموت وبيوصل لهلاك والطريق صعب في الاخر ما حدش بيصعب على حد كل واحد بيش نصبت الوحد لا! بقى